لبنان الغارق في أزماته الداخلية والخارجية يدخل في مرمى الاستهداف الصهيوني بعد أن اتسعد دائرة الخلاف الصهيوني الإيراني لتشمل جميع البلدان التي تنتشر فيها ميليشيات إيران حسن نصر الله يقابله بنعمين نتنياهو أداتاني لإشعال المنطقة حربا بيد المشغلين الأمريكي والإيراني الأول ينفذ ما وعد بالدفاع عن مشروع إيران التوسعي والثاني مدغدقا مشاعر صهينا يصعد من لهجة التهديد والوعيد الضحية الجنوب اللبناني الذي يشهد توترا بين الطرفين ينبئ عن سيناريو مشابه لما حصل عام 2006 مسؤول صهيوني وعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري وبالفعل بدأت المدفعية الصهيونية تقصف مناطق عدة في جنوب لبنان على الفور أطلقت ميليشيا حزب الله على شمال فلسطين عدة صواريخ ما دعا حكومة تل أبيب إلى دعوة القاطنين في تلك المنطقة إلى البقاء في منازلهم وأخذ حالة الحذر القصوى بنيامين نتنياهو على ضوء هذه التطورات يقطع مهمة له ويتوجه إلى وزارة دفاع كيانه الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة ستأخذ منحا أشد سخونه يكون وباله بالدرجة الأولى على الشعب اللبناني كل ذلك والحكومة اللبنانية لا تملك حولا ولا قوة أو حتى ليس بيدها على ما يبدو إدارة الأزمة في حالة السلم أو الحرب فبدل أن تتوجه إلى ميليشيا حزب الله لإبداء رأيها بما يحصل تلجأ إلى المجتمع الدولي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحرير يطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد جنوب لبنان وتجنيب البلاد نيران حرب غير محددة الأهداف والغاية صراع مصالح بين الكيان الصهيوني والنظام الإيراني لكن ساحته بلاد بحكومات مسلوبة الإرادة تعيث فيها الميليشيات فسادا وخرابا وتجرها إلى حروب بالوكالة